اشتركوا في القناة عشر شوطا مع هذا السن سن الاذاع بشعارات اصحاب السمو الشيوخ في مسافة ورحلة الخمسة كيلو مترات نتابع ملقص سباق هذا الصباح الشوط الاول ذهب مع الشاهنية بشعار هجن العاصفة وقيادة غيات الهلالي وتوقيتها الزمني سبع دقائق خمسين ثانية ست اجزاء من الثانية اما شوطنا الثاني الشوط الخاص بالجعدان الاذاع جاء شاهين بناموس هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة وقيادة المضمر احمد بن مطر بن مايد الخيري سبع دقائق ثلاثة وخمسين ثانية ست اجزاء من الثانية توقيته الزمني شوطنا الثالث تعود الشاهينية ايضا بناموس هذا الشوط والنقطة الثانية في هذا الصباح مع شوطنا الثالث بشعار هجن العاصفة سبع دقائق واحد وخمسين ثانية بالوفاء والتمام توقيتها الزمني تهانين لهجن العاصفة والتهاني موصولة للمضمر غياث الهلالي الشوط الرابع شوط العيس بتوقيت زمني مقدار سبع دقائق ستة واربعين ثانية وثمان اجزاء من الثانية وهو التوقيت الافضل والاجمل في هذا الصباح بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيال حامد وبقيادة المضمر مختار بن احمد اما الشوط الخامس فتنطلق منصورة بناموس هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد النهيان وقيادة محمد بن سالم اليدالي سبع دقائق اربع وخمسين ثانية جز واحد من الثانية هو توقيت منصورة شاهين يعود بناموس الشوط السادس بشعار هجن الرئاسة وقيادة المضمر احمد بن مطر بن مايد لخيلي سبع دقائق اثنين وخمسين ثانية وخمس اجزاء من الثانية توقيته الزمني شوطنا السابع مشاهدين متابعين الكرام تنطلق الشاهينية بناموس هذا الشوط بشعار هجن العاصفة وقيادة مضمرها غيات الهلالي توقيتها الزمني سبع دقائق تسع وخمسين ثانية وسبع اجزاء من الثانية اما الشوط الثامن فينطلق شامان بناموس هذا الشوط بشعار هجن سيح السلام وقيادة العمدة عبيد بن حمد بن شينان المري سبع دقائق ثوانية وخمسين ثانية وثلاث اجزاء من الثانية هو توقيت شامان الشوط التاسع تنطلق الفائزة بناموس هذا الشوط من هجن سيح السلام وقيادة الخطير احمد بن سلطان بن رشيد التوقيت الزمني سبع دقائق خمسة وخمسين ثانية وخمس اجزاء من الثانية أما الشوط العاشر يعود أيضا شاهين بناء مسياد الشوط بالشعار الأحمر الشعار الغالي على قلوب الجبية سبع دقائق سبع وخمسين ثانية وتسعة جزاء من الثانية توقيت الزمني تهانين لهجن الرئاسة والتهاني موصولة للمضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي الشوط الحادي عشر كان الموعد حاضرا مع الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وقيادة مضمرها غيات الهلال لسبع دقائق ثلاثة وخمسين ثانية وجز واحد من الثانية وتوقيت الشاهينية قدمت أيضا أداء متميز وعرض مثير في الأمتار النهائية أما الأسد من انطلق من ناموس الشوط الثاني عشر بشعار هجن سيح السلم وقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد توقيت الزمني سبع دقائق ثلاثة وخمسين ثانية وتسعة جزاء من الثانية حذاري تنتزع ناموس الشوط الثالث عشر التابعة من هجن سيح السلم وقيادة مضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد النقدة الثالثة مع هذا الشعار وقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد سبع دقائق ستة وخمسين ثانية وجز واحد من الثانية هو توقيت حذاري أما شوط الختام فكان الموعد حاضرا مع الشاهينية بشعار هجن العاصفة وقيادة المضمر غيات الهلالي توقيتها الزمني ثمان دقائق ثانية واحدة وثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع إلى هنا متابعين الكرام نأتي إلى ختام سباق على الصباح تقبلوا تحيات الجميع من طاقم النقل الخارجي لقناة دوباي ريسنج ومخرج هذا السباق الأستاذ عبداللوادي فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى الملتقى في الأيام القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة